أحد المفكرين مؤلف مشهور يذكر في كتابه أنه بداية التحول هذا كان أنه وصل إلي الشريط يحتوي على الخطبة الفدكية الخطبة الفدكية جدا مهم وسابقا الأطفال الأباء كانوا يحفظونهم الخطبة الفدكية حفظ كثير من الخطباء كانوا يحفظون الخطبة الفدكية مع الأسف هذه الأشياء قلت عندنا هذا التوجه قل عندنا الخطبة الفدكية جدا مؤثر يقول فهذه الخطبة الفدكية هزتني وكان هذا بداية لتحقيق انتهى به إلى التشيير والآن هو أحد الكتاب المعروفين الذي يحامي عن مذهب أهل النات صلوات الله عليهم أجمعين اشتركوا في القناة